هنا في شريعة غريبة اسمها شريعة الغيرة في الاصحاء الخامس العدد رقم 29 بيقول هذه شريعة الغيرة تحت عنوان اختبار الزوجة غير الامينة طبعا قصة تقريبا واخدع عمود كامل القصة بتقول كالاتي ان لو واحد شك في زوجتي هل هي خانته ولا لا يروح بها للكاهن الكاهن يصلي صلاة معينة ويعطيها مشروب معين مشروب لعنة مر وبعدين لو هذه المرأة عفيفة وما خانتش زوجها مش هيحصل لها حاجة لكن لو طلعت خينة المية دي هتورم لها بطنها وتسقط لها افخذها يعني هيبقى منظرها قبيح وهتبقى مفضوحة ان هي خانت زوجها طبعا بغض النظر ان هل في شريعة زي كده للزوج يعني هل المشكلة المرأة بس هي اللي ممكن تخون الزوج ما بيخونش هل الشريعة دي بتقول ان الرجل يشرب من ماء اللعنة المر فتورم بطنه وتسقط افخاذه ده مش موجود المرأة بس هي اللي محتمل ان هي ايه تخون لكن الزوج عفيف شريف ما بيخونش ابدا دي نقطة تاني نقطة يعني هي القضية ايه شريعة غريبة جدا احنا مش بنشكك هل هذه شريعة الهية ولا مش الهية بغض النظر لكن احنا بنقول ان هذه اسفار محررة يعني ايه اسفار محررة يعني مجموعة من الكهنة واللويين او اباء يهود جمعوا مواد قديمة معينة ونقوا منها وزبطوها ونسقوها واخرجوها على هيئة اسفار موسى الخامسة اللي ما بين ايدينا دلوقتي الشريعة دي يعني هي اللي كانت مهمة جدا جدا لايتوقف المصادر القديمة ففضلتوا ان هي تكون ضمن اسفار موسى الخامسة عن شرائع اخرى لما بندور عليها في العهد القديم ما بنلاقيهاش فبنتر نجيبها من التلمود او من اماكن تانية الله المستعان